وكانت من القانتين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء إن قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هتري من فطور ثم ارجع البصر كراتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوء تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جئين أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أمن يمشي سويا على ضراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار ولفذه قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سين أتوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أكم غورا فمن يأتيكم بما إن معين قل أرأيتم إن أصبح ما أكم غورا فمن يأتيكم بما إن معين النون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون وَلَا تُطَعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مَعْتَدِنَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ إِذَا تُتْلِي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ لَوَّلِي سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَاهُمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِيمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانقلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسي ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء أفليأتوا بشركاء إهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو متهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتبيه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إن الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهد تري لهم من باقيه وجيه أفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطيه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ترابيه إِنَّا لَمَّا يَطَغَى الْمَاءُ أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيهِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيهِ فإذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدِهِ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدِهِ فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ أُفَهِيَ يَوْمَئِذِ وَوَاهِيهِ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيهِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا يَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَهُ بِيَمِيمِهِ فيقول ها أُمُقْرَأُوا كِتَابِيهِ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيهِ قُطُوفُ هَادَانِيهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِي أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَوَلِيهِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيهِ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ قُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْفُلُهُ إِلَّا الْخَاطُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَقَاوِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتْقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَاسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَاسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعَرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنِهِ فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونريه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي توويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضي نزاعة للشويه تدعو من أدبر وتولي وجمع فاوعي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء أذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قايمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مبطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيقمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراع كأنهم إلى نصبي يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمي إن أجل الله إذا جئ ألا يوخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يؤسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزيدوه وأنهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم ألن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء أفوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرى وأنه ظننا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدي آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنهدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا أيها المزم من قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا أيها المزم من قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد أو أقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وقعا من ذا غصة وعذابا ليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شيء أتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدني من سلسي الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم أعظم يا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاء إكتا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شئ منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخيضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره فروت من قسوره بل يريد كل مرء منهم أن يؤتي صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخره كلا إنه تذكره فمن شيء أذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوي وأهل المغفر هو أهل التقوي وأهل المغفر لا أقسم بيوم القيام ولا أقسم بالنفس اللوام أيحسب الإنسان أن لن نجمع الغامة بل يقادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيام فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم واخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلا بد تحبون العاجله وتذرون الآخره وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناضره ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فاولي ثم أولي لك فاولي أيحسب الإنسان أن يترك سدي ألم يكن طفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر ولنفي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء أم مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء أو ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر وذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرى إكلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلو أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا قهورا إن هذا كان لكم جزاء أو كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها أولا يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شئ أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء وما تشاء أون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا ليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم ندلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك لولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إن مهين فجعلناه في قرير مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحيا أوام واتا وجعلنا فيها وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولو ولي فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هني أم بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر